أرجوكم تابعوا حلقتنا الجاية بقى كمان اللي هي السابت الجاي اللي هتكون السابت الجاي الساعة 7 عشان مش بس هنتكلم فيها عن المعادن الحقيقية وعن فيتامين سي لا احنا هنتكلم يعني احنا بنكمل بقى الملف يعني هيبقى فاضل لنا فيتامين سي عشان الوقت هنا الوقت مش هيسمح دلوقتي فهنتكلم عن فيتامين سي في الحلقة الجاية بس فيتامين سي ده له رونق ده لازم نتكلم عنه بالتفصيل وهنتكلم بقى عن كل المعادن المعادن الأساسية والمعادن الندرة كل الحاجات اللي انتوا تسمعوا عنها دي الحديد والزينك والنحاس والفوسفور والسوديوم والبوتاتو وهكذا لكن مش بس هنتكلم كده في الحلقة الجاي هنتكلم كمان عن مكسبات الطعم والألوان والروايح في حاجات كده بتضاف حتى لما بنشتري حاجة أي حاجة يقولك عليها روايح مكسبات طعم وبتاعه وحاجات كده هنتكلم عن الموضوع ده وهنتكلم عن نصايح تانية كتيرة جدا جدا عن حاجات قلناها في الحلقة دي وأنا يعني مرضة شقف عندها عشان نكمل بس الملف وقلت هنرجع لها إن شاء الله الحلقة الجاية ليه؟ هتلاقوا في حاجات كده اللي هو احنا اتكلمنا كتير عن حبوب مانع الحامل واتكلمنا عن الحاجات اللي بتمنع الامتصاص واتكلمنا عن والشاوي والطهي الفترات طويق وكل ده بقى لازم نصيغه في هيئة كده نصايح محددة نخلي بالنا من إيه؟ لكن طلعنا النهاردة في الحلقة بإيه؟ تكملنا بقى الملف بتاع الحلقة اللي فات طلعنا النهاردة تكلمنا عن الكاربوهيدريت تكلمنا عن المية والألياف تكلمنا عن الفيتامينات التي تزوب في الدهون وهي فيتامين A وD وE وK واتكلمنا عن الفيتامينات اللي بتدوب في المية كلها اللي هي إيه؟ مجموعة فيتامين به كله به واحد وبه اتنين وبه تلاتة وبه خمسة وبه ستة وبه اتناشر والفوليك أسد خلصت كده الفيتامينات القابلة للزوبان في الماء؟ لا فيه لسه مواد أخرى زائد فيتامين سي والمعادن ده اللي هنتكلم عنه الحلقة الجاية وبفكر حضراتكم مرة تانية أن الحلقة الجاية مش حلقة الأسئلة الحلقة الجاية بنقفل هذا الملف مع حضراتكم عشان يبقى عندكم مرجع كده ترجعوله في أي وقت انتوا عايزينه وتتفرجوا على الحلقات دي وتطلعوا الحلقات دي وتكتبوا كده المصادر الفيتامين الفلاني الدكتور محمد قال مهم في ايه؟ طب مصادره الغذائية ايه؟ ايه اللي بيساعد على امتصاصه؟ ايه اللي بيمنع امتصاصه؟ وهكذا